حسام غالي اه حسام غالي ايه كان في نوم من 9 بالليل ليه ستتنام من 9 بالليل ليه انت كاتب على القصة الله كان فيها نوم من 9 بالليل صورة قديمة جدا اه ما انا قبل لسه ما اعرفش جباء امت اه ايه حكيتها الصورة دي لا 달라 احنا كنا في معسكر وانا في القوضة ما اتكلم من حسام غالي حسام غالي من نازل ملتزمة جدا اه فالساعة تيجي عشرة نوم نوم ما فيهاش نور بيطفي وفي نوم نوم فيه تركيز يعني بقاش تخلع من القوضة مسلا لا مفيش احنا بالنام لا هو ما ينامش الواحد لازم انت كمان تنام عشان فيه تمرين الصبح وفيه تركيز اما انت لابس القوضة في حسام غالي مش القوضة اللي جنبه في حسام غالي اسطورة كبيرة جدا وفعلا فيه ناس لا يعني دي واحد عشرهم كان محظوظ ان هو عشرهم حسام غالي بالناس دي زرع فينا حب حسام غالي كان عنيف مع اللعبة زرع فينا حب النادي الاهلي اه طبعا طبعا بس العنف بتاعه هو حبا في النادي الاهلي حبا في الفريق وحبا في افكاره وعايز يرسخها عنده كل العين حسام غالي انا بشكل شخص انا كن على طول فيه تعنيف في الملعب في التمرين في كل حاجة انا وغيري يعني العيبة كبيرة مع زميلو كان بيشد معهم على طول هو في الملعب بيحب الكرة بحب النادي الاهلي جدا وانا انا انا حكيت موقف انا هو فيه ماتشاط حسام غالي كان في المحاضرة بيبكي قبل الماتش يعني فيه ماتش السوبر كنا احنا اخسرنا دوري في 2015 وعندنا ماتش السوبر اللي عبدالله الساعد جاف فيه جنين دربتين جزاء حسام غالي بكى قبل الماتش في المحاضرة ان ما فيهش جمهوره قال لي روحز على اليه النهاردة هو بيتكلم بكى ونزلنا الملعب كنا عارفين احنا نكسب بالموقف ده ككابتن فريق وكواحد شايل حاس ان هو يعني جمهورنادي الاهلي ده دايما في عينه والنادي الاهلي ده في ناس كك كده يعني حسام غالي كان واحد منهم يعني ففعلا استورب معنا الكلمة طبعا